التسعى صباحا بتوقيت القهرة السبع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيس اليوم إلى مدينة بغاستا الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد والتي تأتي في إطار سلسلة قمة منتعنى بالموضوعات البيئية وتنظمها فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017 حيث تركز قمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات وصارح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الحدث الهام تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ضمن عدد محدود من رؤوساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنمية التي تربط بين مصر وفرنسا فضلا عن الدور المصري الحيوي إقلميا ودوليا في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية والذي سيتوج باستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري وأشار متحدث الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحطات والمناطق السحلية ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات منخفض الكربون بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحرية والتي تسهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ وأوضح متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس ماكرون وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلا عن مؤصلة المشاورات وتنسيق المتبادل حول عدد من الملافات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما يكتم الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا على همش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفع أطور التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 66 لسنة 2022 بتعين مندبينا مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2016-2017 هذا وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها ومن بين تلك الملفات ملف الإيجارات القديمة وخلال ترأس الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء أشار مدبولي إلى تنسيق مع السلطة التشريعية وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر كان مدبولي قد استهل الاجتماع الحكومي بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين منوها إلى أن هذه الزيارة شهدت عقدة عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في السياق آخر وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لإبقاء الموظفين والعملين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعيوات للموظفين فضل عن إقرار مخصصات مالية للتعينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى الإجمالي الأجر للموظفين والعملين لدى أجهزة الدولة والهيئة العامة الخدمية والاقتصادية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 2009 متعفين من فيروس كرونة من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 382 ألفا وسبعة وثلاثين وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليل لها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 62 حالة جديدة رياضيا تعادل الإسماعيلي سلبيا مع ضيفه فريق فيوتشر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من الدور الممتاز وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة الثالثة في المركز السابع عشر وقبل الأخير أما فيوتشر فارتفع رصيده للنقطة التسعة في المركز الثالث عشر نهاية مجزة الساعة نعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر لكن بعد هذا الفصل